بعدها يتعرف عليها 돼요 ثم نضغط على sevenة الاسفل ثم نضغط على الأسفل WHÌ Absolutely ثم ستبب علي اقترب الاجبار ثم نضغط على الموافقة نضغط على وأنتم ثم نضغط على مكان نتخزين ثم نضغط على مسح تخزين مؤقت ثم نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الهاتف خاص بكم ثم سوف نذهب إلى متجار جوجل وهنا سوف نبحث عن السياج خاص بكم سوف يظهر لنا على هذا الشكل وعندما تجدون هنا تحديث قم بالضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم السياج وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على الزل لايك والاشتراك في القناة ناكم في الفيديو القادم إن شاء الله